ايها الحرارة العرب في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امتى نظام السيسي هيبقى نظام محترم؟ الكلام والله بقى عاجز انه يعبر عن اللي بيجرى في البلد النهاردة وانا بتناقش مع زميلي في فريق الاعداد في البرنامج في اللي بيجرى في مصر بقنا بنضرب كف على كف لانه المشهد في مصر بقى خليط من الكذب والنفاق والظلم وكمان بجاحة ويفضل عبدالفتاح وقالضيشو يلف ويدور ويوصل لنفس النتيجة اللي احنا وناس كتير قلنا هالو من شهور فاكرين من شهرين تقريبا لما قلنا هنا في برنامج في البرنامج بتاعنا تعليقا على زيادة اسعار اللبن بتاعة جهينة وقتها قلنا طلعوا صفوان ثابت اللي بيعرف يدير شركته بدل ما انتم مش عارفين تدروها هفكرك انا بالفيديو ده كان يوم 22 نوفمبر سنة 22 نفتكر الفيديو ده مع بعض كده طالما مش عارفين تدوروها خرجوا صفوان ثابت يدورها قفزة كبيرة في اسعار الالبان وعصير جهينة بعد الاستلاع على الشركة واعتقال صاحبها صفوان ثابت وابنه وقتل زوجته اسيسي حابس صفوان او صاحب جهينة صفوان ثابت وابنه بقالوا كم سنة اللي وجودهم كان بيثبت او بيدي ثبات الاسعار وكانوا مشغلين الشركة على احسن ما يكون طب مش الاحسن برضو مش عارفت ديرها انا بصوت الاستاذة لميس الحديدي مش قادر على الشيئة ما تشيلش مش بيتكلم على الدولة مقدرش انا مقدرش اتكلم على الدولة بيتكلم على مش قادر يا سيسي على شيلة جهينة ما تشيلش خرج صفوان وابنه سيف اللي بقالهم تقريبا سنتين في السجن خرجهم خرجهم يدوروها بقالهم سنتين في السجن بغير جريمة خرجهم يمكن حال الشركة ينصلح طالما انت مش قادر على الشيئ ده كان الكلام ده كان في نوفمبر 22 السؤال الاول ايه ما اسمعوش كلامنا وقتها لما قلنا خرجوه وسبتوه كل الوقت ده يا رجل ده بمجرد ما تم الافراج عن صفوان ثابت سهم جهينة ارتفع ارتفاع جنوني في البورصة بسبب القرار الافراج عن صفوان ثابت زي ما هنشوف كده اهو تخيل انت صعود جنوني لسهم جهينة بعد الافراج عن صفوان ثابت ما بيسمعوش الكلام ده انا ساعتها وكنت بكلم السيسي بمنطق القرش والفلوس اللي هو بيفهم فيه قوي وانا ما فيهمش في القصة دي برضه وقلت له حابس رجل اعمال اللي زي صفوان ثابت ده حابسه هيضرك ويدر البلد ما جبتش بقى سيرة العدالة والحرية للمظلومين اللي في السجون ما جبتهاش انما يعني قلت له خرجوا بمنطق القرش خلا نشوف كده يا حضرات اللحظات دي لخروج صفوان ثابت والتقاءه بأهله لأول مرة من سنين مريم بنته كتبت بوست بتقول فيه على انه باباها خرج لان مريم هي اللي قارت الحملة للدفاع عن والدها بعد وفاة والدتها فكتبت بوستو معا صور لصفوان ثابت لولدها بعد الافراج ربي لك الحمد والشكر حتى ترضى دي صورتها مع باباها ودي صورتها مع اخوها مشهد الافراج عن صفوان ثابت وابنه بلا سبب اه بلا سبب خلانا نسأل لبعض كده شوية اسئلة كان اول سؤال طرحناه هو ليه السيسي بيعاند ومش بينخد بنصيعة حد الا حد مايروح في الحيطة ويلبس فيها ويعرف انه مش فاهم ليه ليه ما بتسمعش كلام حد وليه لازم تلبس في الحيطة عشان تتعور والبلد تتعور وتقول جاي وبعدين تطلع السؤال التاني امتى يبقى عند السيسي واعلامه شوية دم ويحترم الناس ويبطلوا كدبه وتضليل الناس بالمناسبة مش ده صفوان ثابت اللي طلع طلعت الاعلام ينهش فيه وصور شنط الفلوس بتاع التمويل الارهاب كل ده طلع بخ الداخلية صورت تورط صفوان ثابت في مخطط وفيديو مخطط احياء نشاط الاخوان الارهابي وضبط ملايين الدولارات الداخلية مش واحد كده يوتيوبر لا ده وزارة الداخلية المصرية طلعت فيديو بيقول ان الراجل ده هو ابنه اتضبط معهم ملايين الدولارات عشان يحيوا نشاط جماعة الاخوان اللي ناسي الفيديو ده يفكروا وزارة الداخلية ومن حقيقة من دورها يعني الحياوي تمكنت الاجهزة الامنية في وزارة الداخلية من اجهار مخططات لجماعة الاخوان الارهابية والتي بتستهدف المساس بامن الوطن والنيل من استقراره واعادة احياء نشاط التنظيم مرة اخرى لكن فطاع الامن الوطني والجهات المعنية نجحت في ضد شقة بحداء الاهرام تم اخفاء فيها الملايين من الدولارات نستخدمها طبعا فيه العمال الارهابية كشفت المعلومات واحنا بنعرض لحضراتكم الصور على الشاشة ملايين من الدولارات يعني شنط في خزنة في شقة داخل حدايا الاهرام يعني هنتبعها مع بعض برضو المعلومات كشفت الى اطلاع الاخوان يحيى مهران اثمان كمال الدين بدور بارز في هذا المخطط باعتباره احد الازرع الرئيسية للقياد الاخوان المحبور صفان ثابت حيث يعني كلفه الاخير باستغلال شركاته في عمليات نقل واخفاء اموال التنظيم واستثمار عوائدة لصالح انشطة ارهابية في محاولة للتحايل والالتفايل طبعا على اجراءات التحافظة القانونية المتحدة الامورة مقتنعة يا معالي الامورة مقتنعة ومتحمسة السانيورة الغندورة مقتنعة ومتحمسة انهم زبطوا عند صفوان ثابت ملايين الدولارات وبتقول الاخواني يعني العروسة البلاستيك دي طالعة بتبغبغ على انه الاخواني صفوان ثابت وتزبط معا ملايين الدولارات امتى الاعلام يبقى محترم مش مهم بقى المكياج والشعر اللي عملاه والجو ده والحماس المهم امتى تبقوا محترمين والروح بعيد ليه يسيبك من السانيورة دي انت تتفرج على مصطفى باكري الاعلامي والبرلماني شوف كده كان بيقول ايه على صفوان ثابت وبعدين بيقول ايه عليه بعد كده تورد صفوان ثابت ده الاخ مصطفى باكري في الاسبوع تورط في تمويل ارهاب واعالة احياء جماعة الاخوان صفوان ثابت يتصدر الترند الخميس 13 اكتوبر 22 ده الاخ مصطفى باكري طيب مش ده بقى تورط وتمويل ارهاب وملايين الدولارات بعد ما طلع صفوان ثابت تعاني شوف بقى مصطفى باكري بيقول عليه ايه عادي جد على فكرة مفيش خجل يعني لا حياء في النفاق يعني طلع يقول عليه مصطفى باكري مشيدا بالافراج عن صفوان ثابت ونجلي اعرفه وطنيا مخلصا كده اوه انت بشوات دم انت بشوات احساس يا عالم انت يا ابني فيه ايه انت بتلعب مع نفسك انت مفيش حد نفسك شوات دم شوات خجل ده هو هو صفوان ثابت وهي هي جريدت الاسبوع وهو هو مصطفى باكري تفرج بقى على اتنين كده جنب بعض في اتنين وعشرين تلاتة شهر اكتوبر اتنين وعشرين تورط في تمويل الارهاب في السبت واحد وعشرين ناير تلاتة وعشرين مصطفى باكري مشيدا بالافراج اعرفه وطنيا مخلصا يا مصطفى ايه يا اخي ايه يا اخي يعني مش لقيه لك قوميس يا راجل ده انت نموذج ده انت كانوا يقولوا عليك محجوب عبدالدايم وماكناش بنصدق اه كانوا يقولوا عليك محفوظ عجب كانوا بيقولوا عليك محفوظ عجب وبعض الناس ما كنتش بتصدق يا مصطفى انك بارع ده انت محفوظ عجب مين ده انت معدي محفوظ عجب ده انت عديت رئيس التحرير اللي في مصرحية البهلوان اللي كتابها الاستاذ يوسف ادريس وللعب طولتها على المصرح يحي الفخراني رئيس التحرير اللي كاتب منشت بيجسم في امريكا اتجالوا التليفون شاتا ما روسيا على طول نفس الكلام من تورط الارهاب الى وطني مخلصا كده هو على فكرة مش بس الاعلام اللي بيغير جلده ده حتى القضاء والنيابة منظومة بحق يعني ملهاش حل قصة صفوان سابت ما كانتش بس اخوانا او ارهاب او تمويل زي الاف غيره صفوان سابت وكل مشكلته انه رفض طلبات جهاز امني في انه يتخلع عن جهينا زي ما قالت مش انا منظمة العفو الدولية في واحد وعشرين قالت ان الرجل ده اتطلب منه مصر رجال اعمال خلف القضبان لمقاومتهم طلبات جهاز امني وكتبت اسمه صفوان سابت بالمريح ثمان سنين مش سنتين ولا ثلاثة صفوان سابت بيتحارب ثمان سنين حد ما تم الافراج عنه وبدون محاكمة بدون تحقيق بدون احالة للمحكمة تخيل واحد اتقبض عليه بدون تهمة وافرج عنه بدون تهمة بدون محاكمة خلينا نشوف الجراف ده العدالة العامية الافراج عن صفوان سابت في 2015 التحفز على اموال صفوان سابت شركة جهاز عادة شركة جهاز في 2017 ادراك صفوان سابت على قوام الارهابيين في 2018 ادراك صفوان سابت على قوام الارهابي لمدة خمس سنين في 2020 القاء القبض على صفوان سابت بتهمت تمويل الارهابي في 21 القاء القبض على نجل صفوان سابت بتهمت تمويل الارهابي في 22 وفاة زوجة صفوان سابت قهران على اعتقال زوجها ونجلها في 23 افراج عن صفوان سابت ونجله بعد عامين من الحبس الاحتياطي دون محاكمة مش محاكمة الترامى هو وابنه بدون محاكمة حبس احتياطي سنتين امتى امتى السؤال الثالث بقى امتى يبقى نظام السيسي محترم ويطلع يقول للناس الحقيقة يطلع يقول لهم هو ليه افرج عن صفوان ثابت بدون محاكمة وبدون تغمى ليه ليه بتفرج عنه دلوقتي امتى النظام ده هيعمل الصح من غير الضغط او اوامر من صندوق النقد زي ما بيقول الصحفي والباحث الاقتصادي مصطفى عبدالسلام اللي كتب بيقول لنا ليه الرجل ده طلع ليه طلع صفوان ثابت البحث في مسألة التوقيت مهمة دكتورة اتفق مع صندوق النقد الدولي يلزم الحكومة بتحسين بيئة الاعمال ومناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص وازن ان خطوة الافراج عن صفوان ثابت ونجلة تأتي في هذا السياق وده اللي اكده ناشط تاني وربط ما بين قراء الافراج وبين هروب رجال الاعمال من جمهورية السيسي زي الراجل ده اللي كتب وقال جاري جاري بك الافراج عن صفوان ثابت وابن رسالة لإقناع رجال الاعمال اللي بدأت تعمل سنديق وشركات في الخارج وتشتري شركاتها اللي في الداخل وخلقت بالطريقة دي قنوات شرعية لنقل اموالهم من الخارج ان البلد بقيت تمام وارجعوا بقى تاني مش نعملكوا حاجة ده احنا كنا بنهزر طب أبطوا عليهم ليه؟ طب أفرجتوا عنهم ليه؟ صوت سرصار الحق هذا النظام البائس يظن أنه لا زالت المباراة فيها وقت حتى وإن كان الوقت المحتسب بدل الضائع بينما الحكم صفر فعلاً وأخذ الكرة وأضواء الملعب بدأت في الانتفاق التدريجي والجمهور انصرف ولم يتبقى لإنقاذ ماء الوجه إلا محللين كارويين يجلسون في الاستوديو مدفوع الأجر ليقنعوا المشاهدين أن الذي فاز وحصل على البطولة هو الفريق الخاسر بوست رائع إمتى؟ إمتى بقى تبقوا محترمين؟ مدي بقى الخط على استقامته كده واسأل إمتى نظام السيسي يطلع ويصارح الناس؟ مش بس بسبب الإفراج عن صفوان سابت الراجل ده لا لا إنما كمان يطلع يصارح الناس عن الموقف المالي للبلد حجم الدين الخارجي وحجم الدين الداخلي وصل كام؟ فيه معلومة بتقول ناس ناس بتتكلم بتقول إنه فيه اجتماع تم في اللجنة في البنك المركزي وأقول لكم أسماء الناس اللي كانت في اللجنة الناس بتقول في الشارع إن اللجنة دي كانت برئاسة محافظة البنك المركزي واللجنة دي اجتمعت بناء على قرار من السيسي وقالت اللجنة دي إن في شعر ديسمبر اللي فات 22 خلي بالك يا مؤمن هنا العقدة اللجنة كلام إن اللجنة اجتمعت والكلام بيقول كانت برئاسة المحافظ ووكيل المحافظ ونائب المحافظ وأسماء هجبالكوا كلها اللجنة طلعت تقرير للسيسي بيقول إن ديسمبر اللي فات حجم الدين الخارجي لمصر وصل لمية سبعة وستين مليار فاصل تمانية مية مش مية سبعة وخمسين مية سبعة وستين مليار دولار ده اللجنة اللي بتقول ده الناس اللي بتقول مما يعني أنه زاد بنحو سبع أضعاف مقارنة بنفس الفترة قبل عشر سنين اللجنة قالت في تقريرها اللي رفعته إلى السيسي إن الجنيه وصل إلى آخر آخر نقطة في دائرة الأمن الأمن النقدي مش الأمن الوطني الجنيه وصل إلى آخر نقطة في دائرة الأمن النقدي لكن التقرير بيقول إن بمقدورنا إن إحنا نسيطر على ده بس بشرط إن إحنا نسدد نصف حجم الدين الخارجي والداخلي ليه يا معلم قالك لأنه فوائد الدين الخارجي بتتنامى وهي عاملة مشاكل وقالت اللجنة إن حجم الفوائد بس بلغ ستة مليار فاصل ربعمائة مليون ده في ديسمبر اللي فات اللجنة الناس بتقول على القهاوي وفي التقارير وفي المعلومات إن فيه لجنة اجتمعت برئاسة محافظ البنك المركزي والسادة وكلاء المحافظ والسادة نواب المحافظ بناء على قرار من السيسي اللجنة ارتقت رفع التقرير بتقول للسيسي إنه الجنيه دخل آخر نقطة في دائرة الأمن النقدي والله ما عرف الأمن النقدي بتاع إيه يعني اللي هو بعد كده البراميل يعني يعني بعد كده الغميق الغريق وبتقول إنه حجم الدين الخارجي تنامى ووصل إلى مية سبعة وستين فاصل تمنمية مليون يعني قول مية تمامين وستين مليار مليار وأنه تنامى زي الفترة دي من عشر سنين سبع أضعاف هل ده حقيقي أو لا هل حد هيخرج يرد يقول الكلام ده حصل فعلا حجم الدين فعلا وصل مية سبعة وستين وقالت اللاجنة إنه نحن ممكن ننقذ الجنيه ده اللي ممكن يغرق ده بس بأنه نحن ندفع نصف الديون بتاع اللي علينا دلوقتي نصها مش بس كده السؤال بقى هل صحيح تقرير اللاجنة دي قال إنه أنت قدامك ثلاث حلول لإنقاذ الجنيه إما أنك أنت تسدد نصف ديونك وبكده تبقى أنت فل ومية فل وعشرة وأوعى القطر يا معلم ولا لو ما معاكش لو ما معاكش تحاول تسقط الديون اللي عليك يعني تكلم الجهات المدينة ليك تقول لهم ونبع جماعة أنا خلاص جب تجاز نسقط الديون إما تسدد نصف الديون أو تسقط جزء كبير من الديون أو تعلن إفلاسك والله أنا بسأل هل ده صحيح؟ هل ده صحيح؟ وهل صحيح؟ إنك أنت لسه هتعاوم الجنيه على فترات حتى يصل لمية جنيه؟ الدولار مية جنيه؟ هل ده صحيح؟ والكلام بيقول إنه العجز المالي قد يتسبب للدولة ما تقدرش تواجه القصة دي إلا إما بسدد نصف الديون أو إسقاط الديون اللي عليك سدد نصف الديون الخارجية والمحلية بالمناسبة ده أنا مجبتكش رقم الديون المحلية ده رقم الديون المحلي بقى خرافي أنا مجبتوش إزاي بس هجيبه دلوقتي في التقرير هل ده صحيح؟ إما إنك أنت تسدد نصف الديون الخارجية والداخلية والخارجية بقت مية سبعة وستين مليار فاصل تمانية أو إنك أنت تسعى لإسقطها أو تسقطها فعلا زي ما عمل مبارك في حرب الخليج أو إنك أنت تعلن إفلاسك وهم قالوا إن إعلان الإفلاس سيؤدي إلى تفاقم أزمات لا يمكن السيطرة عليها وسيكون لزاما علينا الفترة القادمة تعويم الجنيه بين فترات وأخرى ليصل إلى ما يقارب الدولار بمية جنيه حتى نستطيع شوف بقى أخلي بالك من الجملة دي هنا مربط الجحش تفضل تعاوم الجنيه على فترات لحد ما الجنيه يصل إلى مية دولار الدولار يصل إلى مية جنيه ليه بقى حتى تستطيع كبح جماح التضخم والكساد الاقتصادي الذي سيعم السوق المصرية لسلس سنوات قادمة طيب أنت ممكن ما تصدقش الكلام ده ما احنا ما نعرفش احنا الناس بتتكلم يا جماعة إنما لو تعبت يا علي ورحت دلوقتي على موقع قناة العربية هتلاقي عنوان خبر بيقول الجنيه مقوم بأقل من 8 و 24% ماشي كلام جميلة هوا خش بقى في بحوة متن الخبر في موقع قناة العربية السعودي بيقول بالنص إن الدوتش بنك دوتشا بنك قال إن الحكومة المصرية ستعمل على تعويم الجنيه مرة تلتة أو مرة عشرة من عشرة إلى 33% آهو يا سلام عليك يا علي ده موقع قناة العربية السعودي مؤسسة الجنبية الجنيه المصري مقوم بأقل من قيمته بخمسة وقادية ينخفض أكتر اطلع 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 سيبك من الموقع الأولاني بس وفنا وفنا بسعوة وضفت شك أنه بالرغم زي فإن الجيمس قد ينخفض أكثر خلال الفترة المقبلة ويتوقع دوتشا بنك أن يضع في الجن المصري بنسبة تصل إلى من 10 إلى 33% مقابل الدولار قبل أن يستقر هل ده صحيح؟ ما تطلعوا صارحة الناس ما تطلعوا أولو الناس بدل ما التقارير الأجنبية نازلة والتقارير الداخلية نازلة؟ هل صحيح أنه بسأله أنا بسأل والسؤال مش كفر هل صحيح أن حجم الدين الخارجي وصل إلى 167 مليار تبقى لتقارير اللاجنة دي؟ هل صحيح أنه فوائد الديون تنامت ووصلت إلى 6 مليار فاصل أربعة؟ هل صحيح أن الدين الداخلي بقى كارثي؟ أنا أجيب الرقم لما أعود لأنه الناس بتتكلم على الموبايلات اطلعوا صارحوا الناس هل صحيح أن التلات سنين الجايين دول حجم تضخهم هيزيد أكتر من كده؟ أكتر من اللي إحنا فيه ده؟ وهل صحيح أن أنت عشان تنقذ الجنيه لأنه لا زال الجنيه في آخر نقطة في دائرة الأمن النقدي قسما بالله ما أعرف إيه دائرة الأمن النقدي بس من الكلام كده حاجة مش كويس حاجة من هنا مش حلوة معرف الجماعة بتقول أقصاد يفهمهم وأنه الجنيه ده عشان تنقذوا وترجعوا شوية لدائرة الأمن لازم تعمل ثلاث حلول تسدد نصف الديون اللي عليك أو معاكش فلوس تحاول تسقط الديون اللي عليك أو تعلن إفلاسك هل صحيح؟ هل الكلام ده حقيقي؟ ولا ده كلام ناس بتهرتل وتهبد؟ الله أعلم آخر سؤال بقى هل ده اللي خلى السيسي يرجع تاني يلعب لعبة الأموال الساخنة زي ما بتقول بلومبرج مش أنا أهو قادي موقع بلومبرج بيقول تعالى الدين يا عمي عائد أدوات الدين المصرية يغري الأجانب بعد ارتفاعه لمستوى قياسي أغلب إذن الخزانة المصرية تتجاوز البلدان النامية الأخرى بعائد هو الأكبر على الإطلاق الجني المصري مقاوم بالفعل بأقل من قيمته بنسبة 25 مئة عند قياسه بالصرف دوتشا بنك الجني قال يتراجع من 10 إلى 10 أخرى إلى 33 أمام الدولار في المية 33 في المية مصر لديها سندات بكذا مستحقة بقيمة 39 مليار آخر مرة لجأت مصر إلى أسواق السندات دولية كانت في مارس 22 بلومبرج بتقول أن الأموال السخنة لجأت تاني طب هو ما لها الأموال السخنة همنوعه بقى أن أتكلمك عليها وحش الأموال السخنة دي ضايعها أوعى تلعب الأموال السخنة الخلاصة يا حضرات أن احنا قدام مجموعة أسئلة ما تطمناكش خالص خالص ليه تقبض على الراجل ده هو ابنه ما نعرفش طب ليه تم الإفراج عنه ما نعرفش طب المليارات اللي هم لقوها عنده ولا الملايين الدولارات اللي الأمورة كانت طالعة مصوراها بتاعت مين ما تعرفش طب إيه علاقة الأبض على الراجل ده بتفشان رجال الأعمال وفاتورة الدين إيه علاقتها ما تعرفش آخرتها إيه بقى من أنورة العودة للحلول المميتة بتاعتها الأموال الساخنة أسئلة الحقيقة ممكن تكون تقيلة عليك كمشاهد إنما هتلاقي إيجابتها وإنت نازل السوبر ماركت وتشوف سعر إزازة اللبن أو علبة اللبن وعلبة الجبنة بتاعة جوعينة وغيرها من الشركات هتشوف الإجابات أكتر كل ما الجنيه يغرأ أكتر روحوا كده تفرجوا على أولاد رجب اللي تقافل فروضة كلها تقريبا واللي تشرد أكتر من 30 ألف عامل أسر كاملة عيشة بقيلها سنين على أولاد رجب شغالة في أولاد رجب اتقفلت بقرار من شخص ما تعرفش اتقفلت ليه والعمال قاعدين في الشوارع بيوتة خربت عيالة بهدلت أسر بازت شوفي حد بيفكر مفيش ولسه الجنيه يغرأ كمان بسبب ترعة المفهومية طبيب الفلاسفة أسرع رجل في الدنيا وصل البلد إلى حالة الإفلاس طبيب الفلاسفة اللي بيفهم ولا بيسمع لكلام حد عزيزي المشاهد خليك معنا في الحلقة دي لأن معنا موضوعات أكتر من كده بكتير بس بعد الفاصل